اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الهزراء ان العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة تستند الى شراكة استراتيجية تشهد على الدوام تقدما مستمرا على جميع الاصعدة منوها سموه بما يحظى به التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من اهتمام وحرص متبادل على مواصلة تطويره وتنميته بما يحقق الاهداف والتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة سعادة السيد ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه به متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية منوها سموه بما وصلت إليه أوجه العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة في كافة المجالات مؤكدا أهمية مواصلة الدفع بمستويات التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع على الجميع كما جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار مملكة البحرين